الحاضر غرس الماضي والمستقبل جني الحاضر والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من رحال البرنامج اللي هيتكلم على كل حاجة بخص الحضارة والتاريخ نحن مكملين في سلسلة الحضارة الإسلامية وزي ما اتفقنا أن نتكلم من أول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الخلافة العثمانية نحن دلوقتي في نهاية العام الثالث للهجرة وبداية العام الرابح السنة دي كانت من أصعب السنين اللي مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وطبعا أصعب حاجة يوم أوحوط طيب فين المشكلة عشان قريش اتمكنت أول حاجة من قتل سبعين واحد من الصحابة استشهد سبعين واحد من الصحابة على رأسهم طبعا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وبعدين بعض القبائل اللي اتجرأت على المسلمين يعني مثلا بدأت بعض القبائل من هنا ومن هناك تهاجم المدينة فانشغل الرسول طول السنة الرابعة في محاولة ترميم سورة المسلمين اللي اهتزت بسبب هزيمة أحد عشان كده بنقول ان غزوة أحد صعبة جدا ومن أهم الأحداث اللي مرت على الرسول في العائم الرابع كان فيه أهم الأحداث اللي حصلت ان فيه قبلتين اسموهم عضل وقارة القبلتين دول من الحجاز راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا انهم على الإسلام يعني قالوا يا رسول الله ارسل معنا من يعلمنا الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل معهم عشرة من الصحابة الكرام اللي خرج علشان يعلموا الناس دول الكرآن كان منهم عاصم ابن سابت رضي الله عنه وخبيب ابن عدي رضي الله عنه وزايد ابن الدفنة وغيرهم من الصحابة الكرام وأول مواصل منطقة منطقة الساحل بدأت الناس دي تهجم على الصحابة فجأة كده ميت راجل التف حواليهم وبدأوا يدوروا فيهم القتل طبعا هما بيكندفوا على نفسهم واستشهد منهم سبعة من أصل عشرة وبعدين تلاتة قدروا ان هما يهربوا فهم قالوا لهم من بعيد يعني ايه تعالوا ليكم الايه العهد والأمان وفعلا الصحابة صدقوهم يعني كلمة العرب يعني كلمة واحدة فهم يعني مفكروش ان هما ممكن يعني فعلا ينقض العهد مرتين وقالوا لهم مش هنقتلكم والكلام ده كله وفعلا سمع كلامهم زايد بن الدفنة وخبايب بن عدية رضي الله عنهم وكان معاهم صحابة ثالثة وأول ما مسكوهم وربطوهم وغضربوا بيهم وسلموا زايد وخبايب لكريش طب زايد استشهد أول ما وصل مباشر لمكة وخبايب خدوه دي مكة هما بعوه طبعا لكريش وكرروا أهل مكة ان هما خلاص هيقتلوه وخرجوا بيه خارج منطقة التنعيم عشان يعني طبعا حرام ان هما يقتلوه في قلب الحرم وطبعا أول ما جم يقتلوه فهو رح سألهم ان هو يصلي ركعتين يعني ركعتين لله وفعلا صابوا يصلي ركعتين وكان أول ما نسنى ركعتين قبل الشهادة وقال فيهم مقولة عظيمة جدا يعني قال شعر عظيم جدا قال ايه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان في الله مجعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي وبعدين استشهد رضي الله عنه فلما وصل الخبر للرسول تألم بشدة واللي زاد الطين بله ان في نفس الشهر في بداية السنة يعني في شهر سفر أمر أخطر من ده وصل للمدينة راجل اسمه أبو البرا ابن عامر ابن مالك راح للرسول وقال له يا رسول الله يعني ابعت معانا بعض من أصحابك إلى أهل نجد يدعوهم إلى الإسلام فالرسول قال له أن أخاف عليهم من أهل نجد فقال له يعني أنا جار لهم يعني أنا هوفر لهم الحماية فالرسول أرسل معاه سبعين راجل من كبار الكرة وكبار الصحابة من الفضلاء فلما وصلوا من تأسمه بئر معونا نزلوا هناك فهاجمهم واحد اسمه عامر ابن الطفايل الرجل ده من نجد هجم عليهم وطلب من بني من قبيل البني سليم وبعض القبائل أن هما يتعاونوا معاه في الهجوم على السبعين صحابة من المسلمين وما كانش طبعا الصحابة معهم يعني مفيش معهم سلاحة غير سلاح المسافر يعني حاجات بسيطة جدا هما مش خارجين لقتالهم وخارجين علشان الدعوة فعلا هجموا عليهم وقدروا يموتوهم كلهم ما عاد صحابة واحد بس اللي هو كعب بن زيد بن النجار رضي الله عنه خب نفسه بين الشهداء وعاش بعد كده اتنين من المسلمين من الصحابة برضو كانوا وقفين بعيد وشافوا كل الأحداث ديت اللي هو عمر بن قمية الدمري والمنزر بن عجبة ابن عامر عمر بن قمية الدمري شاف اللي حصل بالزبط وهو راجع عشان يقول للرسول قابل اتنين من بني الكلاب والاتنين دول أمنوه ويناموا معاه وهم نايمين راح عامر من الغز بتاعه وراح قايم وراح قتلهم اللي اتنين من كتر الغز وراح قال للرسول ان فيه سبعين كرسة طبعا بمعنى الكلمة يعني قال له سبعين صحابة قتلوا غدر طبعا الرسول حزن جدا لكن كان عنده مشكلة كمان ان الناس اللي قتلهم عامر بن عامر بن قمية الناس دول كان معاهم كتاب أمان من الرسول يعني الرسول كان مأمنهم على حياتهم فديب طبعا كانت فحد ذاتها مشكلة مشكلة فين المشكلة ان الناس ديات كان معاهم كتاب أمان في الحالة دية الرسول لازم يدفع لهم الدي طبعا الرسول اللي قد كان لكم في رسول الله صوت حسن هو طبعا ما عملش زي بقية القبائل ان هو ممكن يخون العهد او حاجة زي كده طبعا حشا لكن هو فعلا قرر ان هو يلم الدي للاتنين من قبيلة بن كلب اللي هم تقتلوا بالغلط وفعلا بدأ الرسول يلم الدي وعلى حسب الاتفاق في المدينة ان اليهود لازم تشترك في الدي دية كان نص من نصوص صحيفة المدينة ان اليهود يشتركوا مع المسلمين واهل المدينة في دفع دية اي حد يقتل بالغلط فالرسول رح لليهود وقال لهم ان والله يعني سعدونا في القضية دية طبعا الرسول برغم قالهم الكبير لكن كان بيتصرف كرغل دولة فاليهود قالوا له ايه نفعل يا ابو القاسم تفضل اجلس حتى نجدي حاجتك فجلس الرسول بجوار جدار ومع بعض الصحابة قاعدين معاها كان مع الرسول ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وعدد من الصحابة فالرسول قاعد وسنة ظهر الشريف على حيث فاليهود من جوه الحصن وطبع رح لهم الحصن بتاعهم فرح قالوا البعض من لكم يأخذ هذه الصخرة الكبيرة ويتروحها على رأس محمد يقتله بها وانا استريح منه عاوزين يستغلوا الفرصة وبدأوا فعلا يفكر في الموضوع دوت ورح راجل اسمه عمر بن جحاش قال انا افعلها ففي راجل تاني يعني لسه عنده زرة مروقة او مثلا يعني اعقل منهم شوية اللي هو اسمه سلام ابن مشكل قال لا تفعله فوالله ليغبرن بما هممتم به من السماء وهذا نقض عهد بيننا وبينه فقال له خلي عنا يعني ايه يعني متتكلمش انت خالد يعني وفعلا قررن هما ينفذوا الخطة بتاعتم وفعلا نزل في نفس اللحظة سيدنا جبريل من السماء وقال كن من مكانك يا رسول الله هناك حجر سيسقط عليك الآن الرسول راح طبعا من غير ولا كلمة من غير ما يقوله للصحابة طبعا اليهود ارتعبوا اكتر لما عرفوا ان خلاص امرهم انكشف فرسول راح المسجد وللصحابة قاعدين من السنين ان اليهود ترجع تاني بالدية فما رجعوش فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فاول ما دخلوا عليه الرسول يعني قالوا له ايه يعني ايه اللي حصل يا رسول الله راح الرسول قال لك ايه همت يهوده بالغدر فبعت الرسالة لليهود قال لهم ايه اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها وقد اجلتكم عشرة نلاحظ هنا ان اليهود فعلا فكروا في المغدرة ومن غير ولا كلمة يعني ما قالوش مثلا انه طيب ليه احنا عملنا ايه ايه الدليل هم عارفين ان هم فعلا كانوا هيخضروا والرسول عرف فده كان اكبر دليل على الاعتراف ان هم فعلا كانوا هيخضروا وهم بيجهزوا نفسهم عشان يخرجوا هنا بعت لهم مين رأس المنفقين ابن سلول وقال لهم عندي الفين من المقاتلين اياكم ان تغادروا وباني وقريزة معنا هنا اليهود تشجعوا وقالوا لا نخرج من ديارنا فافعل ما بدى لك يا محمد فالنبي امر الصحابة وقال ايه الله اكبر وجهز الجيش وحصر بني النزير ولكن بني النزير فعاليا دب الرعب في قلوبهم وخافوا اكتر عشان بعتوا رسال الابن ابي صلول الابن ابي رسال بتاعه ما وصلش وهو ما ارضتش يرد عليهم وباني القريزة قالوا يعني احنا مناش دخل احنا اصلا على عهد مع محمد فعرفوا ان القضية انتهت وفعلا خرجوا من المدينة الرسول قال لهم ايه قدامكم ست ايام وتخرجوا من المدينة ويمكنكم ان تأخذوا معكم ما تحمله القبل مع هذا السلاح وفعلا حملوا معاهم كل حاجة يمكن حملها واللي ما يدروش يحملوه اللي كانوا بيخربوا بيوتهم بيديهم وربنا بيقول كده في كتابه الكريم يخربين بيوتهم بأيديهم هناك مجموعة بسيطة منهم اللي هم بس فضلوا في المدينة ما خرجوش ودول كانوا دخلوا الاسلام زي واحد اسمه ابو سعد بن المه دول اللي اسلموا وفضلوا في المدينة ولكن زعيمهم اللي هو حيي بن اخطب الرجل ده كان فعلا هو زعيمهم وكان الرجل دهية يعني الرجل ده كان مصيبة وراح طبعا خد اليهود وراحوا اقاموا في خيبر وده كانت الاوضاع في الفترة الصعبة دي وكانت من اصعب الايام اللي مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الا صحابة اشوفكم باذن الله تعالى في حلقة جديدة من الرحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة